السلام عليكم ورحمة الله أيها الكرام نحاول في هذا المقطع الإجابة عن سؤال على أي ضغط دم أصبح بحاجة لعلاج هذا الموضوع حصل فيه تغيرات كثيرة في السنوات الأخيرة وخلاف بين المنظمات الصحية وهو يؤثر على حياتي ما لا يقل لربما عن مليار ونصف المليار من البشر لماذا نقول ذلك؟ لأن الضغط المختلف عليه يعني إذا أنا كان عندي مثلاً ضغط 138 على 88 هل أنا مريض ضغط وبحاجة لعلاج؟ هذا الضغط المختلف عليه وهو علوي ما بين المئة وثلاثين ومئة وثلاثين سفلي بين الثمانية وثلاثين ليقدر بأنه موجود لربما فيما لا يقل عن عشرين بالمئة من البشر خاصة وأنه في علاج الضغط إذا الإنسان عنده أحد الضغطين مرتفع والآخر طبيعي فنحن نعتبر أنه عنده ضغط مرتفع نضعه في الخانة الأعلى دائماً نفترض إنسان عنده مثلاً ضغط 138 على 78 الضغط العلوي يؤهله للوضع في هذه الخانة وضغط السفلي لا يؤهله للوضع في خانة ارتفاع الضغط وبالتالي نأخذ بالأعلى دائماً فإذا أخذنا الناس اللي عندهم ضغط في هذا المدى العلوي والسفلي أو كلاهما معاً يتوقع أن لا يقلوا عن عشرين بالمئة اضرب عشرين بالمئة بعدد البشر ثماني مليار فأنت هنا تتكلم عن مليار وستمائة مليون إنسان هؤلاء مختلف هل نعطيهم أدوي الضغط أم لا نعطيهم تعالوا نسير بالموضوع خطوة خطوة وفي البداية نتذكر أن علينا دائماً أن نوازن ما بين مسألتين يعني ما بطلع لمعالج يقول خليني شو بنخسر خليني نعطي ضغط احتياطاً للمختلف عليهم لا، لابد من الموازنة دائماً بين مسألتين بين منع الكمبليكيشنز منع العواقب بعيدة المدى لارتفاع ضغط الدم مثل تلف الشبكية، تلف العضلة القلبية، تصلب الشرايين وما ينتج عنه من أمراض في الشرايين الطرفية نخص التروية للقدمين، فشل العضلة القلبية وغيرها نعم نحن عندما نعالج الناس من ارتفاع ضغط الدم نحاول منع حصول هذه الكمبليكيشنز هذه العواقب بعيدة المدى لكن في الوقت ذاتي هي علينا أن نتذكر أن هذه الأدوية لها أعراض جانبية إذا المريض بيأخذ أدوية أخرى، هذه الأدوية ممكن تعمل يعني التفاعلات دوائية أن نحن بنكلف المريض بتكاليف غير ضرورية إذا نعالجه وهو لا يحتاج العلاج وأيضاً يعني إذا كان بيأخذ دواء ضغطه مش محتاج نحن عرضناه لإنكونفينيينس أو عدم راحة هو في غنى عنها وبالتالي لابد من الموازنة بين الطرفين تحقيق المنفع بمنع الكمبليكيشنز وفي الوقت ذاته تجنب هذه المضار طيب، في الواقع هناك تباين بين الغايدلاينز الغايدلاينز اللي هي الإرشادات العلاجية يعني يجتمع خبراء ومتخصصون ويخرجون بمقرارات معينة إرشادات هناك تباين بين الغايدلاينز وعندنا مشكلة هنا في عالمنا العربي والدول الإسلامية بالعموم أيضاً ليس عندنا ما عندناش الإرشادات التي صممناها نحن بناء على دراسات أجريناها على أهل المنطقة أو على شعوبنا وبالتالي مضطرون حقيقة أن نقتات على الغايدلاينز الأخرى للأسف إلى حين أن نصوغ الغايدلاينز الخاصة بنا طبعاً ستلاحظون أنني أستعرض أكثر شيء أمريكان غايدلاينز الأمريكية، الأوروبية والبريطانية لكننا سنأخذ بعين الاعتبار أيضاً مقاررات من نظمة الصحة العالمية والغايدلاينز الصينية مثلاً الآن يا كرام، دعونا نستعرض تاريخياً نسير خطوة وخطوة حتى نرى أين حصل الخلاف وماذا استقر عليه الأمر الآن عام 2014 نشرت الإرشادات الصحية التي سميت بالجي ان سي ايت كلمنا كله عن الارتفاع ضغط الدم في البالغين وحسب هذه الإرشادات، عندنا هذه الأصناف من ضغط الدم متى نقول أن ضغط دمك نورمل، عادي، طبيعي، صحي؟ إذا كان الضغط العلوي أقل من مئة عشرين والسفلي دياستوليك أقل من ثمانين تعرف دائماً لمنقيص الضغط، بقول لك ضغطك مثلاً مئة عشرين على ثمانين، مئة عربين على تسعين الضغط الأول نسميه العلوي والضغط الثاني نسميه السفلي نقول أن الشخص أنه بريهايبرتنشن، يعني ما قبل ارتفاع ضغط الدم إذا كان العلوي مئة عشرين لمئة تسعة وثلاثين بينما السفلي ثمانين لتسعة وثمانين أو أحدهما طيب، هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون دواء ضغط، وإنما توصيات عامة بتحسين الغذاء، ممارسة الرياضة، تجنب التدخين، وهكذا متى نقول أن الشخص عنده ارتفاع في ضغط الدم إذا كان العلوي من مئة عربعين لمئة تسعة وخمسين أو السفلي تسعين لتسعة وتسعين أو كلاهما فإذا كان مثلا واحد عنده ضغطه العلوي أقل من مئة عربعين، نفترض مئة وخمسة وثلاثين لكن السفلي مثلا خمسة وتسعين، نقول أنك أنت عندك ارتفاع ضغط دم وبحاجة لعلاج طبعا بعد تفاصيل معينة نذكرها إن شاء الله في المقاطع السحية التي ننشرها أنه نتأكد ما عندهش ويت كوت هايبرتنشن، نعطيه فرصة حتى يحسن نمط حياته إلى آخره أما إذا كان مريضنا ضغط دمه العلوي مئة وستين فما فوق والسفلي مئة فما فوق أو أحدهما نقول أنه ستيج تو هايبرتنشن، ضغط دم مرتفع يعني من المرحلة الثانية لن أركز في الإسلادات القادمة وفي باقي حديثي عن ستيج تو لأنه لا خلافة على وجوب علاجهم لكن سيحصل الخلاف أنه هل مريضنا المعين هو بري هايبرتنشن أم هو ستيج وون هايبرتنشن يعني خلافنا على هذه المنطقة هنا، على هذه المنطقة طيب الآن يا كرام في توصيات الجين سي ايت عام 2014 لم يكن هناك ما كان في عندنا اعتبارات معينة لمريض لمريض السكري أو مريض الكروني كيني ديزيز يعني مريض قصور الكليا المزمن لم نكن نوصي بضغط دم معين لهؤلاء يعني كنا نقول عموم المرضى ينبغي تخفيض ضغط دمهم دون المئة واربعين على تسعين دون مئة واربعين على تسعين هناك استثناءات معينة في المسنين استثناءات معينة في اللي حصل عندهم مثلا جلطة دماغية أيضا نقطة مهمة جدا ولذلك وضعتها بالأحمر يعني كل الأرقام التي سوف أذكرها في كلمة اليوم نتكلم فيها عن القياس الذي أجراه الطبيب في العيادة طبيب في العيادة أو في المركز الصحي طبعا على فرض أن القياس يتم بطريقة سليمة وهذا للأسف قل ما يكون قل ما يقاس الضغط بطريقة سليمة نعونا الآن نتجاوز هذه المواضيع حتى نركز عن نقطة معينة على فرض أن الطبيب قاس الضغط في المركز الصحي أو الممرض قاسه في المركز الصحي أو في العيادة كم سيكون الضغط؟ فحديثنا هنا عن هذا الضغط وإلا فعندنا قياس منزلي وعندنا الأمبيولاتوري بلد بريشن مونيترينج يعني يركب جهاز وبصير فيه نفخ لالكاف كل فترة ويتسجل القراءة حديثنا ليس عن هذا القياس خارج العيادة وإنما عن قياس الضغط داخل العيادة أو المركز الصحي طيب طبعا سنذكر إن شاء الله لاحقا يعني في مقاطع متفرقة أهمية وضرورة قياس الضغط خارج العيادة أو خارج المراكز الصحية تعطينا تصورا أدق بكثير عن ضغط المريض الحقيقي وحاجته أو عدم حاجته إلى علاجه طيب الآن هذا الذي سبنا عليه ودرسنا لفترة من الزمان إلى أن جاءت الغايدلاينز الأحدث من ذلك عام 2017 وهذه الغايدلاينز نشرت في مجلة هايبر تينشن وهي عبارة عن اتفاق لأحدى عشر منظمة أو إحدى عشر منظمة أمريكية 11 منظمة أمريكية اتفقت على هذه المقرارات الجديدة في الـ 2017 التي سنتكلم عنها هذه المنظمات لا تمثل كل المنظمات الأمريكية أخذوا بالكم صح 11 منظمة رقم صادم ومن بينها منظمتان من أهم المنظمات حقيقة اللي هي American College of Cardiology والAmerican Heart Association اتفقت على المقرارات التي سوف أذكرها لكم وهذه كانت مفاجئة ومخالفة كثيرا للـ 2014 ماذا تقول المقرارات لـ 2017 نسميها اختصارا A-C-C-A-H-A-2017 تقول ضغط دمك عادي وجيد إذا كان العلوي دون المئة وعشرين والسفلي دون الثمانين ونعتبره مرتفعا إذا كان العلوي دون المئة وتسعة وعشرين دعونا نقول مئة وعشرين للمئة وتسعة وعشرين والسفلي أقل من ثمانين إذا كان ضغط دمك مئة وثلاثين للمئة وتسعة وثلاثين فإنك مريض ضغط وكذلك إذا كان السفلي ثمانين لتسعة وثمانين فإنك مريض ضغط عندك اتفاع في ضغط الدم أخذوا بالكم في الـ 2014 كنا نقول اللي ضغطه 120 إلى 139 هذا مريض ضغط وكذلك 80 إلى 89 هنا لا يقولون إذا كان ضغط دمك من 130 إلى 139 اللي هو كان سابقا ما قبل الضغط فأنت مريض ضغط وإذا كان ضغط دمك 8 إلى 89 اللي هو كان في الـ 2014 ما قبل الضغط لا في الـ 2017 أنت صرت مريض ضغط وتحتاج علاجا على تفصيل سنراه الآن طيب المنظمات الصحية الأوروبية لم تتفق مع هذه الإرشادات ولا منظمة الصحة العالمية ولا الصينية ولا عامة العالم اتفق مع هذه الإرشادات لكن 11 منظمة أمريكية فكانت يعني صدمة ولها وزن حتى الأمريكية ليست كلها وافقت على هذه الإرشادات نحن قلنا في 11 منظمة أصدرت هذه الإرشادات لكن هناك منظمات أخرى لم تتفق معها وهي منظمات ذات وزن لاحظوا يا كرام مثلا حسب هذه التوصيات مثلا في من هم فوق الستين عاما ستين عاما وأسن قالوا سنعالج إذا كان ضغط الدم مئة وخمسين فما فوق بينما في الارشادات التي ذكرناها ارشادات الـ ACCHA لا بقول لك أن نعالج الناس الخمسة وستين فما فوق إذا كان ضغط دمهم مئة وثلاثين فما فوق فلاحظ فرق كبير حقيقة بين المئة وخمسين والمئة وثلاثين فإذا هذه الارشادات في الـ 2017 كانت تدفع باتجاه العلاج وبينما هناك منظمات صحية أمريكية قالت لا هذا الفقر يمثل ارشادات الـ 2017 للـ 11 منظمة حسب ارشاداتها ماذا كانوا يقولون كانوا يقولون إذا ضغط دمك أقل مئة وثمانين ووضعك تمام واستمر وحسن نمط حياتك عشان تحافظ على هذا الضغط إذا كان فعليك بالنان فارمكولوجيكال ثيرابي يعني ما تكثرش ملح ترك التدخين العب رياضة تحسين نمط الغذاء تخلص من السمنة إلى آخرهم قلنا هما حددوا أن كل من عنده ضغط علوي مئة وثلاثين ومئة وتسعة وثلاثين أو سفلي ثمانين وتسعة وثمانين أو كلاهما فهو مريض ضغط طيب مريض ضغط نعالجه قالك لا انتظر نحن أين عم صنفنا هؤلاء على أنهم مرضى ضغط لكن ليس كلهم يعالجون طب من يعالجون؟ بيجي السؤال التالي أنت يا من عندك ضغط بهذا المدى هل عندك يعني عندك مرض من أمراض تصلب الشرايين مثلا عندك ذبحة صدرية مثلا تعرضت لهجم الذبحة الصدرية إن كان الأمر كذلك فعلى طول لازم تأخذ علاج إذا لم يكن عند المريض ما صارش عنده مرض ناتج عن تصلب الشرايين نأتي فنحسب التنير سي بي دي ريسك تنير كاريو باسكولر ديزيز ريسك وهذه ذكرت لكم بالتفصيل كيف نحسبها في الكلمة الماضية بعنوان أخطاء في التعامل مع الأسبيرين إذا فاكرين عندنا ويب سايت عندنا كمان أبليكيشنز على الموبايل تدخل سنك التوتر الكوليسترول عندك الكوليسترول الكلي LDL كوليسترول الضار HDL كوليسترول النافع ضغط دمك العلوي بالدخل لهذه الأرقام هل عندك سكري ما عندك سكري فبيعطيك رقم بيعطيك رقم معين هذا الرقم يقول لك مثلا إذا كان اطنعش بالمية إيش معنات اطنعش بالمية يعني لو جئنا بمئة شخص كلهم على نفس حالك سنا وكوليسترول وضغطك إلى آخره وتابعناهم لعشر سنوات فإن اطنعش من هؤلاء متوقع يصيبهم مرض من أمراض تصل بالقلب والشرين طيب الآن نحسب هذا الرقم للأشخاص الذين ضغطوا دمهم ما بين المية وثلاثين تسعة وثلاثين علوي والسفل ثمية وثلاثين نحسب رقم التنير سي بي دي باستخدام فإذا كان الرقم عشر في المية فما فوق حينئذ ماذا نفعل نعطيه علاجا إذا كان الرقم أقل من عشر بالمية ست بالمية سبعة في المية المهم أقل من عشر بالمية قالوا نن فارماكولوجيك ثيرابي نعطي أو نوصي المريض بأشياء لا دوائية اللي هي الأمور حكين عنها ملح غذاء سمنة رياضة إلى آخرين طيب ونتابع المريض ونتأكد إذا كان بقي ضغطه على هذا الحال خلاص نبقى على نن فارماكولوجيك ثيرابي إذا ارتفع ضغطه أو ارتفعت هذه التنيير سي بي دي ريسك حينئذ ننقله الفئة الأخرى ونبدأ بإعطائه علاجا طيب لن نتكلم عنه هذا لا خلاف أنه بحاجة لعلاج هنا يقول لنا طبعا في نفس الإرشادات هذه يعني أي واحد معه سكري أي واحد معه قصور في الكلية لا هذا لازم يأخذ علاج إذا كان ضغطهم بهذا المدى بهذا المدى وعنده سكري أو قصور في الكلية الآن بعد ذلك في الالفين وثمانطعش نشرت إرشادات أوروبية في اليوروبيان هارت جورنال من منظمات صحية أوروبية بقيت على الرقم إياه مئة أربعين على تسعين بغض النظر معك سكري معك سكري إيش نسبة التين يير سي بي دي ريسك هذه اللي حسبناها بغض النظر إذا ضغطك مئة أربعين على تسعين أو أحدهما فما فوق بنعطيك علاج فما لم تتفق مع إرشادات الالفين وسبعة عشر الأمريكية بالمناسبة هذه الورقة فيها تيبل لطيف هذا التيبل ما عنوانه يعني ناس هاجروا لأوروبا من أصول مختلفة هل سنعاملهم كما نعامل الأوروبيين الأصليين قل لك لا بناء على بعض الدراسات الأولية سنضرب بمعامل معين يعني نفترض أننا استخدمنا فوجدنا أن مريضا ما معرض للإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 10% بتروح بتضرب العشرة في المية بواحد وأربعة بالعشرة إذا كان سيدرن أيجيا يعني واحد جاي من الهند مثلا العشرة في المية بتصير بالنسبة له أربعة عشر في المية لماذا؟ لأن هؤلاء الناس عرضة أكثر للإصابة بأمراض القلب والشرين طيب نفترض أنه إنسان من وسترن أيجيا من غرب آسيا مثل حالاتنا نضرب الرقم اللي بيطلع معنا من الابليكيشن اللي قلنا عنه هنا اللي هو تنيير سي بي دي ريسك واللي حكينا عنه في محاضرة الأسبرين نضرب الرقم بواحد وثنين بالعشرة فبتصير العشرة في المية اتناعش في المية بعض الناس لا بالعكس تنزل النسبة مثلا الناس في الإيسترن أيجيا نفترض مثلا في أندونيسيا تضرب الرقم اللي بيطلع معك بسبعة بالعشرة لأنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرين طيب البريتش جورنال في 2019 نشرت البريطانية واللي برضو بقيت على 140 على 90 وخالفت 11 منظمة أمريكية في 2017 في 2020 نشرت أعادت أيضا أو بقيت على 140 على 90 مخالفة توصية 2017 إذن حتى هذه بقيت على 140 على 90 بالمناسبة هناك شيء يعني مربك حقيقة أن هذه المنظمات الصحية هي ما هياش يعني عبارة عن أجسام أو يعني مسكرة على بعضيها لا في نوع من التداخل والميوع في الموضوع عن صح التعبير كيف يعني تجد مثلا أن هي من ضمن 11 منظمة اللي أصدروا إرشادات 2017 ومع ذلك تجد أن هذه بالتحالف مع ليازون وذ ال ISH اللي هي International Society of Hypertension أصدرت مقررات 2020 طب تعالوا أنتم يا AHA American Association أنتم مع 2017 أو مع 2020 فعليا ما تظن أنه 2020 بالنسبة لهم أفضل 2017 لا بقيت مقررات 2017 مقرة وفيها اسم AHA ومع ذلك بعض أفراد AHA يعني حتى المنظمة كم منظمة AHA يعني أصدرت 2020 مع ISH على كل دون دخول في هذه التفاصيل ال ISH ستة في شهر ستة 2020 يعني نتكلم عن قبل حوالي يعني سنتين إلا تقول النورمل أقل 130 على أقل من 85 لاحظوا أقل من 85 ال هاي نورمل 130 139 على 85 89 ال الهايبرتنشن من 140 150 على 99 يعني تشبه جن سي 8 وتشبه ما استقرت عليه عامة المنظمات الصحية العالمية طيب في 2021 في السنة الماضية قبل شهور يعني فقط أصدرت أو نشرت الأوروبية وأيضا بتقول نفس الشيء 140 على 90 المريض أو الشخص يعتبر مريض ضغط إذا كان ضغط دمو 140 على 90 فما فوق إذن فعامة المنظمات الصحية بما فيها بالمناسبة منظمة الصحة العالمية و بما فيها أيضا المنظمات الصحية الصينية مثلا متفقة على تعريف الضغط المرتفع بأنه أكثر من أو يساوي 140 على 90 وتذكر مرة أخرى إذا أحد الضغطين مرتفع مثلا 145 على بسموها طيب قد يقول قائل ماذا عن مثلا الضغط المقاس في الصيدلية أو الضغط المقاس مرات بتلاقي أنه بيعملوا خيم وبيقيصوا الضغط للناس حملة صحية حسب 2021 مشكوك في أمر هذا الضغط وين نصنفه لكن اعتبروه أقرب ل يعني إذا واحد قاس ضغطه في الصيدلية وكان العلوي مثلا 135 نتوقع أنه في مكتب الطبيب وفي عيات الطبيب يكون 140 إذا الضغط السفلي كان 85 في الصيدلية يتوقع أن يكون الطبيب 90 لكن هذه معلومات غير مؤكدة يعني لذلك حطوا عندها علامة استفهام طيب الآن يا جماعة نتوقع يعني بعد هذه الأرشادات الكثيرة وخاصة في 2021 يوروبيا كمان قال 240 90 قبل من شهر في شهر أربعة 2021 يعني قبل حوالي عام اللي شوية أصدرت المقررات أو إرشادات علاجية تختلف بعض الشيء فيما يتعلق بهذه الفئة تحديدا قالوا أنا من قبل كنا نقول الشخص اللي عنده التنير سي بي دي ريسك أقل من عشرة في المية مش هنعطيله علاج لأنه يقول لا رح نعطيله علاج أي واحد ضغط دم بهذا المدى سوف نعطيه علاج وبالتالي زادت الأمريكي والأمريكي المنظمتان زادت ابتعادا عن باقي المنظمات الصحية العالمية لأنها تقول حتى اللي ما عندوش الرسك عالية رح نعطيله علاج طبعا هذا يعني من الإرشادات المنشورة في كل الناس اللي عندهم ضغط الدم بهذا المدى رح نعطيهم فرصة ست أشهر حتى يعال يعني صحح من وضاعهم بل كي ما يحتاجوش علاجا أما إذا لم ينزل ضغطهم عن المئة وثلاثين على ثمانين فال يعني نخلي في عين الاعتبار هنا نأخذ بعين الاعتبار أطاعهم علاج مش أنه ألزامي لكن يعني ليس خطأا أو يوصى به أن يفكر في إعطائهم علاجا هناك مقال كتبة عن هذه التوصيات بتاعة الامريكان هار اسوسيييشن تقول أن هذه التوصية بإعطاء هؤلاء الناس علاجا الناس اللي هم مرة أخرى مئة أخرى مئة وثلاثين لمئة وثلاثين ثمانين لتسعة وثمانين وما عندهم شي رسك عالية للإصابة بأمراض القلب الشريين التوصية بعطائهم علاجا تزداد أهمية إذا كان الأشخاص عندهم رسك فاكتورز مثل مثلا واحد توفي والده بالذبحة أو بالاحتشاء القلبي في سن الخمس واربين مثلا هذا يعتبر أو واحد مثلا والدته صار معها جلطة دماغية في سن مبكرة نسبيا فنقول أنت لتاريخك العائلي نريد أن أعطيك دواء مع أنه ضغط دمك مئة وثلاثين مئة وثلاثين ثمية وثلاثين كذلك مثلا النساء اللواتي عندهن حصل عندهن هايفرتينشن ديورينك بريغنانس صار معها من قبل ارتفاع ضغط أثناء الحمل هذا تقول المنظمات هذا أدعى لإعطائها دواء لإعطائها دواء اللي هو دواء تخفيض الضغط وهذه الفقرة ماذا تقول تقول لماذا نحن مسررون أو لماذا نوصب هذه التوصية لأن الحسابات التي تتكلم عنها المنظمات الأخرى التينير سي بي دي رسك هذه لا تنظر للمدى البعيد فلو قسنا لشاب إنسان شاب أو كهل قسنا ضغط الدم ووجدناه في المدى الذي نتكلم عنه المدى الخلافي هذا إياه ووجدنا أن سي بي دي رسك مثلا ستة في المية صحيح أنه في العشر سنوات القادمة احتمال بسيط وضعيف يصير معه مضاعفات يصير معه مثلا فشل عضلة قلبية مثلا فشل كلوي لكن لو نظرنا على المدى البعيد على مدى عشرين عاما فهذا الضغط يؤهله أكثر للإصابة بأمراض القلب فنحن ننظر للمدى البعيد أيضا يقولون إعطاء الدواء لهذه الفئة من الناس يقلل احتمالية يقلل احتمالية تفاقم ارتفاع الضغط عنده دعونا ننخص الأمر ونضع النقاط على الحروف واحد ضغط دمه مئة أربعين على تسعين فما فوق نوصي له ب ننفارماكولوجيكال تيربي يعني توصيات لدوائية متعلقة بالغذاء والرياضة إلى آخره إذا بقي ضغط دمه مرتفعا بهذا الشكل طريقة قياس الضغط دقيقة فلا بد من إعطائه علاجا يوصى بإعطائه علاجا طيب إذا الضغط أقل من ذلك مئة ثلاثين لمئة تسع وثلاثين ثمانين لتسع وثمانين المنظمات التي تقول بإعطائه دواء هي محدودة حقيقة محدودة وعامت المنظمات الصحية على عدم إعطائه دواء طيب من الأشياء التي تساعدنا في اتخاذ القرار وهو أمر مهم جدا أن نطلب من المريض إجراء فحص بيتي للضغط هذا مهم جدا يا جماعة مهم جدا لكل من يعمل في الحقل الطبي أنك أنت حتى لو قست ضغط دم المريض مرة ومرتين وثلاثة وأربعة لأنه معروف ما بصير أنك تعطي دواء من أول قياس ومن ثاني قياس ولا من أول جلسة إلا إذا كان في عنده ضغط دم مرتفع جدا فهذا المريض علينا أن نطلب منه إجراء ضغط فحص ضغط دم في المنزل والأفضل أمبيولاتوري يعني نركب له الجهاز وهذا الجهاز يفحص له ضغط الدم على مدى 24 ساعة ثم نأخذ المتوسط إذا قمنا بالأمبيولاتوري أو المريض قاس في البيت عدة قياسات فنرى لربما مريضي في المكتب كان ضغط دمه مثلا 138 على 88 وأنا احترت هل أسمع كلام ال-ACCHA ولا أسمع كلام باقي من النظمات الصحية آها هذا المريض لربما لو قاس في البيت يطلع ضغط دمه مثلا 128 على 78 خلاص الحمد لله وضح الأمر إذن هذا عنده ما نسميه بال- يعني ضغط دمه بارتفع في عيادة الطبيب فلا حاجة لإعطائه دواء ضغط طيب نفترض المريض اللي أنا محتار فيه أعطيه ولا ما أعطيه المقاس في البيت كان ضغط دمه مثلا 145 على 85 مثلا آها إذن هذا المريض عنده ما يسمى بال- mask hypertension عكس الحال الأولى عكس ال- white coat هذا المريض في العيادة ضغط دمه عادي أو في المدى المختلف عليه لكن ضغط دمه في البيت بلا شك هو ارتفاع ضغط دم وبالتالي سأعطيه علاجا مع التذكير بأن ضغط الدم المقاس في البيت من الطبيعي أن يكون أقل من ذلك المقاس في عيادة الطبيب بعيدا عن موجود white coat hypertension أو mask hypertension إذا نقص ضغطي في البيت وكان 135 على 85 فيتوقع أنني عندما أقيسه في عيادة الطبيب سيكون 140 على 90 ويكون هذا ضغط حقيقي وليس white coat hypertension الذي تكلمنا عنه والذي ليس بحاجة لعلاج فإذا المريض تكرر أن يقيس ضغط دمه ووجد أنه بالطرق السليمة يعني قيسه بطرق الصحيحة وكان 135 على 85 فنقول له ضغطك الحقيقي إذا ماقيس في عيادة الطبيب سيكون 140 على 90 فتحتاج علاجا فهناك فروقات معتبرة بين ضغط الدم المقاس في البيت وفي عيادة الطبيب خاصة على الضغط العالي يعني في الستيج وان والستيج تو بهذا نكون قد لخصنا المسألة ونسأل الله العافية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله